هذا وعقدت سعادة الأستاذ هالا الأنصارية الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع سعادة السيدة فلنتينا ماتيذينكو رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي وذلك على هامش أعمال المنتدى النسائي الأوراسي الثاني بمدينة سان بوتروسبيرغ في روسيا وكانت الأنصاري قد استهلت الاجتماع بعرض موجز لجهود المملكة البحرين في مجال دعم المرأة من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى وخصت بالذكر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة على صعيد ذي صلة دعت الأنصاري السيدة فلنتينا ماتيذينكو رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي إلى تحفيز المؤسسات الروسية المعنية للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وقدمت شرحا عن لجنة الجائزة التي تضم عددا من الأسماء البارزة عالميا في مجال مختلف قضايا المرأة إلى معايير الاشتراك في هذه الجائزة ومزايا الفوز بها من جانبها أشادت السيدة ماتيذينكو بحرص مملكة البحرين على توفير كل سبل الدعم من أجل تقدم المرأة وتفعيل طاقاتها وتذليل العقابات أمامها مؤكدة أن تبني الأمم المتحدة للنموذج البحريني في تمكين المرأة من خلال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة يؤكد نضجة تجربة البحرينية في مجال دعم المرأة ترجمة نانسي قنقر